السلام عليكم زينات مساءكم أنوار إن شاء الله سكونوا بخير وساحة سكون بخير اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد عليه أغضر الصلاة والسلام الفيديو تاع نهار اليوم لبناز رح ندرلكم فيه تكملة لعولة اشتاء وتحضيرات لشهر رمضان مبارك بإذن الله يعني رح تكون عولة الاشتاء وفي نفس الوقت رح تكون لرمضان بإذن الله رب يوصلنا بخير إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم رح يكون مختلف يعني متنوع إن شاء الله رح يعجبكم وقبل ما تبدو اللبنات للفيديو ما تنسونيش من دعمكم ما تنسونيش من الاشتراك للناس الجديدة لدخلت للقناة رحبو بيهم أيضا ونقول لكم إن شاء الله تستفادوا انتوما ثاني ونستفادوا كامل من بعضنا أولا اللبنات شوفوا عندي هذه اللوبيا ماشطو ولا اللوبيا الخضرة رح نعط لكم طريقة اللي تخبيوها فيها تقعد لكم كيما راهي ما تفزد لكمش يعني تقعد لكم مدة طويلة وكيما علا بيكم بالليضوك السعر تاحا شوية راوها بط من الأفضل أنكم تشريوها وتخبيوها بسيما علا بيكم بالليلوبيا الماشطو من بعدها السعر تاحا يوصل حتى الـ 25 ألف الـ 23 ألف يعني من بعدها رح يزيد السعر تاحا بزيف لهنا شرينا حوالي 3 كيلو القتابة 15 ألف هنا تخدموها لبنات بالموز كيما راكم تشوفوها هكذا وبعدها تقطعوها اللي حسبتوما كيما حبيناتوما تقطعو الحبة على الزوج ولا تحبو تتغروها شوية لثلاثة المهم تقطعوها كامل هكذا كي تكملوها كامل تغسلوها مليح من هكذا التراب بس كالعب لكم بليس كون فيها تراب المهم أي حاجة الخضرة ولا فاكية كي تتشرى لازم تتغسل مليح قبل ما تتخبع هنا تغسلوها كيما قلت لكم وبعدها تخليوها حتى تنشفي لكم مليح يعني ما يقعد لكم شذاك الماء خلاص يعني حاولوا انكم تنشفوها هنا انا بعد ما نشفت لي يعني خليتها مليح نشفت كيما راكم تشوفوا رايحة نخبيها في الأكيس هذي كانت عدنا من قبل يعني حبيت نصورها لكم ونبيني هي لكم كيفاه قاعدس كيما راهي راهي عندها اكثر من اسبوع لبنائز هنا كي قلت لكم شرينها وخبيناها قطعناها هكذا قاعدس كيما راهي ما تفزدو لكمش خلاص يعني من بعدها كي تجيو تستعملوها طيبوا بها راح ينجب لوطن الكنجلي وطيبوا يعني كين اللي يقولوا كزا ما تخبي الخضرة في المجمد من بعدها تفزد ما تفزدش خلاص يعني تقعد لك كيما راهي بس كعلي بيننا ذوك الاسعير راهي هبطت شوية تعل الخضرة كين الخضرة يعني هبطت الاسعير الساحة من الاحسن انكم تستغلوها جازكم يعني فرصة خبيو حويش كيما طماطم ثاني تلقوها بزيف يعني من بعدها يزيد السعر الساحة احسن حاجة انكم تشريوها وتخبيوها كيما الفلفل ثاني الحار ولا الحلو تديرو هريسة تديرو تخبيوه كيما راهو يعني احنا شرينا من قبل الفلفل وخبينا كيما حب كيما نعط لكم في الفيديو هات السابقة لبناء قاعد كيما راهو يعني كي نجبدو منو لقيتو مازال كيما راهو مفزدش خلاص المهم الحاجة اكيد تجب ديها من الكونجيلاتور طيبها طول يعني ما تخليهاش تزيد السبيت والله بسكالي بيكم تطلق شوية هذاك المتاحة هذا مكان هنيا اللوبيا الخضراء البنز احسن حاجة انكم تخبيو في الاكيس هيدو الخاصة بالمجمد راهو ميس باعو بعشرة الاف والكيس فيه بزيف يعني سواشي هيدو تخبيو فيه حتى هو يعني نظم لكم متاعكم المجمد سيرتولي ما عندهاش المجمد يعني تخبي غير في الكونجيلاتور هادو الاكيس منصحكم ديهم تخبيو فيهم ما يحكموا لكم شو بلاسا مليء بزيف وثاني يخيبو لكم الحاجة تقتل لكم كيما راهاه هني يا هاذة الكيس هذا عمرته كامل يعني درتهم في كيس واحد بياوا يحكموا ليش كيما قلت لكم البلاسا بزيف وثانية بايوا ما انكثرش هادو الاكيس تقدرو ثاني توفنها ها فالباطمت راهو لكن احسن حاجة انكم تخبيوا في هذو الاكيس يعني راهم خاصين بالمجمد هذو الاكيس تخبيوا فيهم يقعدوا كما راهم الحاجة يعني اللي تخبيوها تبقى لكم هنا تغلقوهم مليح بما يبقاش فيهم لهوة من داخل حاولونكم تخرجوا لهوة هذا كل فيهم وتغلقوهم هذا مكان لبنت يعني كما قلت لكم بما انه ذكره الاسعير راح يمليحة يعني كما طماطم راح يمليحة اللي حبت تشري منها وتخدمها ننصحك بسلسل طماطم يعني تقريبا ما كانش واحدة اللي ما تخدمش سلسل طماطم ومتخبيهاش بس كلا بيكم بعدها تلقوها واجدار لقوها مليحة وثاني السعر التاحه يزيد راح ينجب ديها يعني طول من الكنجيلاتور تستعمليها احسن حاجة هنا يشوفوا لبنت هذا الكيس كيفيت يعني معمر له بارك نخبيوها هكذا كيما راهي ووقت ما حبينا نجبدو منها ونطيبو هذا مكان هذا الكيس اللي قلت لكم اللول وهذا الثاني يعني كل خطره نشري منها زغبة ونخدموها ونخبيوها كيما ثاني تقدرو لبنت تخدموها كيما المخللات وتقعد لكم ثاني بعد تدروها في المصيدوان تدروها مع الروز تديكم بزاف ابننا اه وثاني الهنا لبنت احبيت بنعتلكم هذا التفاح هذا التفاح المعسل هذا التفاح المعسل حضرت معاكم الوصف مقبله وباذن الله راح نزيد نشريو تفاح هذا ونخدموه منه ونخبيوه بس كتفاح راوها بثاني السعر التاع وضوكا في الوقت الحالي اه ويجي بزاف ابنين يعني احنا يا كين علبة كليناها كين مراحي خلصناها اه على هذي يعني مبقاش منه بزاف وحبينا نزيدون خدموه منه اهني اه حبيت نعطلكم يعني افتحت لكم العلبة واحدة بهنعتلكم كيفاه اه داير من داخل اه ما حبيتش يعني نعسلو من قبل بزاف انا ديرتلو يعني هذك السيروتاو شوية خفيف فهي قعد لي فيه اه مليح وميجيش مع السل بزاف هنا يا تقدري تخدميه وتخبيه ثاني لشهر رمضان مبارك باذن الله ربي وصلنا بخير ان شاء الله اه تقدري هذا تفاح يعني تخدميه وتخبيه كان لي يقولوا كيفه يعني تخبيه ضكا من ضكهة الرمضان عادي من بعد التفاح ما كيش رايحات تلقيه وللقيته تلقيه بالسعر عالي بزاف يعني غالي بزاف بزاف تفاح احسن حاجة انك تخبيه وتخبيه يعني حاجة عادية جدا تقعد لك العول تشتاه وتقعد لك الرمضان اصلا رمضان باذني لسنا رح يجينا يعني فشتاه على هذا يعني تقدري تشريه وتخبيه ضكا بما انه تفاح هذا ما يكونش تفاح ذاك لخشين تشريف ذاك اللي يكون السعر تاعه هابط اللي يكون شوية لحب تاعه صغير وتاخد ميه هكذا من بعد تلقيه مع الحمل الحلو طاجي الحلو تاخد ميه هكذا يعني غير تحطيه هذا مكان شوفوا اللي هنا حطينا معيه القرفة بهتطلق لبنة تاحه هذيك البنس وهنا يناعد لكم كيفاه قعد كي ما راه تفاح هذي هي ثاني اللي حبيت ننصحكم بها الحاجة البنس تخدموها وتخبيوها يعني كما قد تخبيها ما قلت لكم اي حاجة ضكا في الوقت الحالي تقدروا تشريوها وتخبيوها العلتشتا ولا الرمضان صرتوا هذو المخللات هذو الخضراء اللي تقدروا تخبيوها ما تفزدلكمش ننصحكم بهم بزيف لبنة هذو اللي هنا ضكهم من بعدا نريد رجعهم لالكونجيلاتور يعني يخبيوهم في الكونجيلاتور هذا ما كان بالنسبة للتفاح راني حطاتوا يعني في الفرجدير من تحت بارك اللبنة ما هوش رايح يفزدلكم تخليوه في الفرجدير بارك هذا ما كان بس كان بزيف يصح تقسيوني يقولوا لي كيفية تخبيو المخللات كيفية تخبيو مثلا المكسرات الهنا اللبنة كيما قلت لكم بالنسبة للتفاح راني حاطينو غير في الفرجدير من تحت بهم يفزدناش والله هنا الفلفل هذو الأحمر اللبنة اللي قاعدنا من هذيك الهريسة اللي خدمتها هني يا أمي هذي الحبات اللي بقاوا دارتهم شوية في الشمس وكيما على بيلكم ضكة الشمس ما هيش كيما في الصيف ثم ثم تنشف لكم الحاجة وثم ثم تيبس لكم يعني الجو راهو شوية التعشتها كيما على بيلكم اللي هذي منشف لنشم ليه هذي الفلفل الأحمر وهي كانت حابة تيبسوا اللي هنا عودة نحيته كامل كانت حطته في الثاقة يعني كل صباح تحطه في الثاقة بهي ينشف لها في الشمس كيما قلت لكم بيمنو الشمس ما كان بزيف راح نديرو فلفور بهي ينشف ثاني ويبس لها هذا ما كانت تقدروا يشوفوا تيبسوه وتخبيه يجيكم مليح ولا تقدروا تيبسوه وترحيه وهي يعني يجيكم كيما كيما الفلفل الأحمر هذي هي الطريقة اللي بنا تشوفوا تحطوه هنا في السنيوة الفور مدى بكم يعني الفور تسخنوه مليح مليح تسخنوه ومبعدة نقصوه للاخر نقصوه على يكون خفيف يعني بهم يتحرق لكم ش الفلفل ويقعدو لكم كيما راهو هنيا انا ستفتو هكذا طويل بعضها في السنيوة اللي راح نديرها في الكوزينيا راح نطيبه حن يعني نسخنوه برك منيشا راح نطيبه بنكون واضحة معكم في الكلام يعني بتفهموني مليح يعني كيما قلت لكم الفور تسخنوه مليح لبنات ومبعدة نقصوه على نار هادئة وتحطوه كي تحطوه يعني دوره وشوفوه برك مني يتحرق لكم ش هذا ما كان وخليوه حتى وين تشوفوه يبس لكم هنا يشوفو كيما قلتوه مكان في السيقرة هو يعني بدا يتكمش هكذا شوية بصح ما كانش الشمس بزيف به يبس على هادئة كمل ديرتو في السخانات على الفور خير بهيز رابينشوف وخبيوه هذا ثاني ننصحكم به يعني الفلفل راهو رخيصتوكا تشريوه كين قالوا لي لي ملقيناش هذا الفلفل احمر يعني هو تقريبا تلقيوه قليل مكانش بزيف صح بالصح يعني اذا حوستو ممكن انكم تلقيوه احسن حاجة اذا لقيتو تخدموه بالطريقة هذي ولا تخدموه ثاني الهريسة وتخبيوها من بعد راح ندلقوها البنات بزيف مليحة خاصة الحاجة اللي تكون مخدومة في الدار اه لحنا الحاجة اللي حبيت نفيدكم بها البنات اه والحاجة اللي حبيت ننصحكم بها بما انو الرومان راهو كايم بزيف ضكا وكايم اللي راكم تشريوه في الرومان يعني اه القشور تاع الرومان احسن حاجة ما ترميوهمش ما طيشوهمش تخبيوهم تلقيوهم من بعده شوفوا هو مليح القشور الرومان مليحة للمعيدة مليحة الكولون مليحة بزيف البنات تغليو الماء وتحطوه فيه القشور تع الرومان تيبسوه وتخبيوه يعني متخبيوه شو هو هكذا خضر راح يفزد لكم ويدير لكم فيه الريحة احسن حاجة تيبسوه وتخبيوه لقاء حبوباتي في فيديوهات اخرى ان شاء الله